الخرطوم ينظم علينا مراسل غد أحمد العربي أحمد أبدأ معك باللقاء الذي جمع رئيس الأركان الأثيوبي برئيس المجلس السيادي هل من تفاصيل حوله وماذا عن أسباب هذه الزيارة نعم يعني هذه الزيارة واللقاء ربما يكون على عجل ما بين رئيس مجلس السيادة وما بين رئيس أركان الجيش الأثيوبي آدم محمد حيث سبق هذا اللقاء لقاء آخر مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لكن يبدو أنه أيضا كان على عجل فقط للقاء التحية بعد نهاية الجلسة المباحثات ما بين الرئيس الأركان الجيش السوداني ورئيس أركان الجيش الأثيوبي نتلقب تصريحات عن تهدئة ربما عن حديث لأجندة هذه الزيارة وما الذي ناقشته بصورة رئيسية وإن كانت هذه الزيارة تبحث عن تهدئة سريعة وعاجلة مع الخرطوم حيث لا تحتمل أثيوبيا توترا في الحدود الشرقية مع السودان أكثر من ذلك عموما الآن اللقاء ربما قصير يجمع رئيس مجلس السيادة مع رئيس أركان الجيش الأثيوبي من بعده تكون هناك تصريحات لرؤساء أركان الجيشين سواء كان السوداني أو الأثيوبي عن ما توصلت إليه هذه الزيارة وهل توصل الجانبان إلى هدنة وإلى إنهاء التوتر ما بين الجانبين خاصة مع إصرار الجانب السوداني هذه المرة بحسم هذا الملف بصورة نهائية وعاجلة بعد أعلى زيارة تعتبر وأرفع زيارة لمسؤول سودان للحدود الشرقية وهي زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة للحدود مع أثيوبيا ربما تكون المسألة عصية على أثيوبيا هذه المرة لكن نتابع ونراقب ما الذي ستخرج به تصريحات الجانبين المحللون كيف ينظرون أحمد إلى هذه الزيارة خصوصا أنها تأتي في وقت يسوده التوتر والشد في العلاقات بين البلدين نعم الأوساط هنا ترقب هذه الزيارة باعتبار أنه محاولة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه إثيوبيا ومحاولة أيضا لإحداث هدنة أو ربما إنهاء التوتر ولو سريعا مع الجانب السوداني خاصة أن محاولات رئيس الوزراء الإثيوبي بالأمس في محادثاته سواء كان مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عن أنه يريد التهديئة يريد التوصل إلى التهديئة لكن حدثت